السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا اخواتي كيف حالكم? اتمنى ان تكونوا بخير ان شاء الله. في هذا الفيديو سوف نقوم بالكثير من الشروحات ان شاء الله وكثير من المعلومات سوف تكون معنا ان شاء الله. اول شيء سوف نبدأ بتحليل البيتكوين ونذهب الى التحليل الخاص بنا الذي يوجد على اه على هسنا الان سوف كما ترون شارط البيتكوين. هنا اه السعر لا زال في استقرار كما قلنا لكم. انظروا شكل هناك استقرار تام في البيتكوين. يعني انظروا شكل هذا يعني يأتي من تمانية وستين ويصعد لسبعين. بعد الاختراقات الهالديول يعني اه كلها ديول من من الاعلى ومن الاسفل. يعني السعر لا ينزل وسع ولا يصعد. يعني مستقر جد. اه بشكل اه يعني يوهم تقريبا استقرار في السعر فقط. اه باستثناء هذا الصعود الصغير لكن اه لم يختارق ابدا السبعين الف. فكلها كانت محاولات للاختراق وبعدها العودة لنفس السعر. والارتداد بين سبعة وستين الف وسبعين الف وسبعين الف تقريبا. هنا مؤشر الباقد قد انت حاول الاختراق الاسفل لكن لم يقتنع البائعون بالبيع. لهذا نرى هذا الدير الطويل لهذه الشمع. هنا مؤشر الارسي يهبط. انظروا يداجي الى هذا الى النقطة خمسين. بعد هذه النقطة خمسين اذا اخترقها الاسفل ننتظره هنا. اذا وصل السعر الى اذا وصل المؤشر الارسي الى هذه النقطة فتوقع ان البيتكوين سيعاود الصعود بشكل جيد ان شاء الله. هذا بفيما يخص البيتكوين وتحليله على على الشرط الخاص به. هنا استقرار. يعني كما قلنا لكم هذه القناة عرضية. لازل السعر السعر عرضي. واضن بعد هذا المؤشر اذا اخترق النقطة خمسين سوف يأتي لهذه النقطة. علينا الانتظار والتريد وعدم التحمس للشراء دائما. عليك التريد لان النفسية المتداول هي اهم شيء في التداول. حسنا سوف نعود الان الى الكوين ماركت كاب. الكوين ماركت كاب السيولة اه اتنان تريليون خمسة واربعون انخفاض كبير في السيولة. كما قلت لكم السيولة لم تدخل سيولة جديدة ابدا الى السوق. سوف نرى هنا سعر البيتكوين سستة وستون الف انخفاض بنسبة خمسة في المائة في اربعة وعشرين ساع الماضية. انخفاض واحد فاصل عشرين اه في السبعة ايام الماضية. نأتي لهنا ايضا هناك انخفاض في السعر. انخفاض بالنسبة الثمانية في المئة فاربا وشري ساعة الماضية. هناك انخفاضات في اه ايضا البيئة انخفضت اه هي ايضا يعني اه ايضا سولانة كثير من العملات انخفاضت بشكل كبير نتيجة خروج السيولة. حسن سوف نذهب الان الى العفوان سوف نذهب الان الى اه تحليل اللي بتكون العملات في وعملة وعملة هذه العملات عملات عليها طلب عالي والله اعلم لانها لماذا لانها تظهر في بشكل كبير وايضا في العملات الاكتر اه مشاهدة في سوف نأتي الى هنا نوض اي اي نوض نيزة اه غلوبال هذه هي العملات التي اكتر مشاهدة في اليوم اه حسنا كما ترون عملات الذكاء الاصطناعي مسيطرة بشكل اه شيء اينما يعني هي دائما الاكتر مشاهدة وايضا من اكتر العملات ته تداولا في اه السوق بالنسبة للعملات التي تم اضافته اليوم هي عملات اه اه فيتنام سمارت هوب لوجيستيك اه كريزي فروغ اه غارد ا اي وايلي اه آآ شوك ميني بيتكوين. هذه العملات تم اضافتها الى السوق. مثل هذه العملات. مثلا هذه العملات ميني بيتكوين. فهي قيمة السوقية صغيرة جدا. هي على شبكة الصورانة. يعني قيمة السوقية صغيرة جدا. يعني بامكانك الربح فيها بشكل كبير. خصوصا تسمى عملات لوقا. حسنا عملة آآ هذه عملة جديدة تم اضافتها. ايضا هذه كينغ اوف ميمز. آآ هذه عملة تم اضافتها ايضا لكوين ماركت كاب. ايضا تم اضافتها هذه العملة. انظروا السيولة صغيرة جدا على شبكة هذه العملات. عليكم الانتباه اليها ومتابعتها من اجل الاستفادة بقضر آآ اكبر قدر الممكن. عسنا كما ترون هذه العملات التي تم اضافتها اليوم الى البيتكوين ماركت كاب. آآ هناك ملاحظة فقط ان لا توجد عملات كثيرة على شبكة البيتكوين. هناك عملة هذه العملة. اشرنا الى سابقا عملة تريكس. بالنسبة لهذه العملة. عليكم الانتباه لها ومتابعتها بشكل كبير. لانها آآ عليها مقالة على كوين تيليغراف. انظروا هنا. آآ بيونو رينج. غيم في. انظر بيتكوين نتورك. تريكس اريز اه تو بليون دولارز. اهيز اوف اتس ليستين. يعني العملة عليها مقالة في الكوين ماركت كاب. هذا يعني العملة اظن ان لها مستقبل كبير جدا. خصا من اولى العملات التي توجد على شبكة البيتكوين كما ترون. آآ يعني عليها طلب. سيكون عليها طلب عالي. ايضا لديها آآ عدد قليل واحد وعشرين مليون قطعة فقط. آآ ماركت كاب صغير تلاتة مليون دولار. ماركت كاب واحد. هذا تداول يومي. واحد فاصلة اربعة وخمسين مليون دولار. يعني هذا الماركت كاب الخاص في العملة. يعني رقم صغير جدا مقارنة بسعر العملة. توجد على منصات آآ توجد على توجد على توجد على توجد على أيضا وعملات هذه العملات التي توجد عليها هذه العملة. انظروا حتى التداول اليومي تقريبا اثنان دولار فقط يعني صغير جدا من حجم التداول لا زالت في بدايتها هذه العملة. آآ حسنا هنا هذا هو الموقع الخاص بهذه العملة. كما ترون هنا العملات التي آآ بن جيكس. هذه اذا اردتم شراء هذه العملة ساطر لكم رابط الشراء هذه المنصة لا تحتاج الى التوتيق بالآآ بالوتائق يعني كاي سي يعني الوتائق التعريفية مثل البطاقة الوطنية الخاصة بك. هنا هذا يعني نظرة خفيفة فقط على هذا المشروع. آآ اذا اردتم تعمق اكتر بيمكن منكم الدخول الى الموقع والقراءة عليه اكتر او متابعته عبر تويتر. آآ عفون منصة اكس تويتر سابقا. حسنا سوف نعود الان لنرى العملات الاكتر صعودا اليوم. هنا عملات العملات الاكتر صعودا. آآ سهلا لماذا لا يوجد آآ انا نقوم بعمل هكذا لبيتكوي لكوين ماركت كاف لا اعرف لماذا السبب هنا كان هناك مشكل في كوين ماركت كاف هنا يعطيني العملات الاكتر هبوطا انظروا هناك دم احمر آآ كما نقول حمام دم في سوق العملات الرقمية انظروا ناقص سبعة وعشرون اربعة وعشرون تلاتة وعشرون يعني هبوط كبير في العملات الرقمية اظن انه لا يوجد اي عملات قد حققت صعودا اليوم. سوف نذهب الان الى نرى هنا العملة يعني الزواج الاكتر تداولا اليوم هي عملات او جي بي اي دوبل بي اتريوم. هالغيس المقابل سولانا. سولانا انظروا سولانا يعني متصدرة الازواج التي آآ اكتر تداولا. سولانا سولانا يعني سولانا بشكل كبير تنافس الاثيروم والازواج الخاصة به. حسنا. الان سوف نتحدث عن الهالفينج يعني الانقسام. بقي له سبعة ايام فقط. يعني آآ ماذا سيحدث ان شاء الله. آآ لم يتبقى لي اي شيء ان شاء على ما اظن. سوف ارى معكم صفحة الايردروبات فقط هي التي سوف نشاهد. هل هناك ايردروب جديد? لا يوجد اي ايردروب. هناك هذه الايردروبات الماضية التي تم التي انتهت. اخر ايردروب كان تلاتة ابريل انطلق في عشرين مارس وانتهى في تلاتة ابريل اي تي اي تيش. حسنا. نأتي هنا الآن آآ ونرى حسنا سوف نذهب ونعود الى هذه المنطقة. ربما لا يوجد شيء لا توجد معلومات. آآ هنا ديكس بير آآ هوت ديكس بير. هذه قد قمنا برأيتها. حسنا لا يبقى لي الا توديعكم ان شاء الله في فيديو قادم. الى اللقاء اخواني اخواتي في الله.